النهاردة بقى اخترنا ان احنا يعني نبدأ حلقتنا وكلامنا الحقيقة بأزمة وموضوع اكيد يعني بيهم كل جمهورنا بشكل كبير جدا يعني احنا الحقيقة خلاص تقريبا دخلنا في مرحلة الجد قبل ببقية المنافسات الجديدة وخلاص يعني الفريق موجود في النمسا بيستعاد لمنافسات الموسم الجديد وخلاص يعني يمكن هي تبدأ في شهر سبتمبر اللي جاي ولسه لغاية دلوقتي اتحاد الكورة محددش او مردش على طلب مجلس ادارة النادي الاهلي وهو تحديد موعد البطولات اللي هيشارك فيها النادي الاهلي وهي كأس السوبر وهل هتقام مباراة واحدة ولا مش هيكون فيه مباراة سوبر وهيكون فيه بطولة السوبر اللي علنت عنها ربطة الاندية في وقت سابق اللي هتقام بين اربع اندية ازاي النظام هيقوم في هذه المباريات او هذه البطولة الغريب بقى ان مسؤولي اتحاد الكورة لغاية دلوقتي يا كريم مردوش علشان كده هي علامة استفهام كبيرة قوي طول الوقت احنا في الازمة دي ان احنا نكون داخلين على موسم جديد ولسه ما تحددش النظام البطولات او يعني يمكن موعد المباريات يمكن الموسم اللي جاي النادي الاهلي عنده تحديات كبيرة جدا يمكن عدد المباريات كمان هيكون اكتر من الموسم اللي فات اكتر فريق في الوطن العربي تقريبا هيلب عدد مباريات سواء محلية او قرية ويمكن كمان هنبدأ مع اتحاد العاصمة طبعا زي ما احنا عارفين في منتصف سبتمر المقبل في كأس السوبر الافريقي وبعد كده بقى عندنا بداية الدوري المصري اللي لسه برضو يعني ما تمش الاعلان عن بداية امتى مباريات الدوري المصري وبعد كده عندنا دوري سوبر الافريقي اللي تكلمنا عنه مبارح والحقيقة يعني دي البطولة الاولى من نوعها في افريقيا وبعد كده هيكون عندنا كاس العامل الاندية في السعودية ده غير كمان ان فيه بطولة في الموسم اللي فات لسه بقى متبقى فيها مباريات وهي بطولة طبعا كاس مصر يمكن عندنا مباراة متبقية مع امبي عشان كده يعني يعني يعيزين نقول ان مجلس ادارة النادي الاهلي حق انه هو يرتب الاجندة اجندة الموعيد الخاصة بفريق الكورة ويعرف يعني زي ما بنقول كده يعرف رأسه من رجلية اتحاد الكورة موعد البداية انطلاق المنافسات هتكون امتى يعني نتمنى ويعني بنناشد اتحاد الكورة ان الموضوع ده ينتهي فعلا في قرب وقت النهاردة قبل بكرة يعني خلينا اقولك يا كريم ان البريمير ليج بيتم تحديد الاجندة بتاعة الموسم الجديد قبل ما الموسم يعني ينقضي اصلا او قبل ما ينتهي بيحصلش ده بيحصل غير عندنا بتقولي ايه بتقولي غريب ان لغاية دلوقتي احنا لسه ما نعرفش موعيد بداية كذا وموعيد بداية كذا انا عايز اقولك ان الموضوع اتقلب بقى صورة اتقلبة 180 درجة بقى ده العادي ان احنا بنبقاش عارفين ولو حد من الجهات المعنية قالت وردت هنا هيبقى الموضوع غريب من كتر ما احنا بقالنا فترة طويلة بنتعامل يعني في ظل نقص منطق يعني احنا بقالنا كتير بنتكلم في ان المنطق غايب عن امور كتيرة قوي في حياتنا الرياضية والكروية ومن حق كل الاندية بعيدا عن النادي الاهلي بشكل عام كل الاندية اللي هتشارك في اي بطولة من البطولات سواء كان بطولة محلية قرية عالمية ايا كان كل فريق في الدنيا محتاج يرتب اوراقه المدير الفني مع الجهاز المعاون يبقوا عارفين اللي ليهم واللي عليهم اقل الحقوق بصراحة اقل الحقوق غريب او الموضوع